موسيقى كنا توجهنا لهيئة الانتخابات من أجل الحصول على الاعتماد من أجل ملحفة الانتخابات نفكر أن كنا لحظنا كل الانتخابات منذ سنة 2014 سواء كانت الانتخابات الرئاسية التشريعية وحتى الانتخابات البلدية جاوبتنا الهيئة بالرفض معالية تنباليكا بعدم حيادنا وكنا رسلناها في أكثر من ثلاث مناسبات كي تبين طلبنا تعليل لعليش تم تقييم عدم حيادنا وما تحصلنا على حتى إجابة من الهيئة نفكر زيدا أن في المحطات الانتخابية السابقة في 2019 وغيرها كنا متقدمين بشكايات بلد متراشحين منهم يوسف الشاهد منهم أحزاب سياسية وما تمش التشكيك في الحيادنا ولحظنا الانتخابات بدون أي مشكلة المرة هذه الهيئة رفض تمكيننا من الاعتماد ونرى أنها محاولة لإقصاء المنافمات للمجتمع المدني من حقهم في ملحفة الانتخابات مشكلة نحن عديد الجامعيات الأخرى أصدقائنا في شبكة مراقبون لم تجربهم الهيئة لحد الآن والتوجه أن الجامعيات التي تنتقد الهيئة ولا تنتقد المسار والتجاوزات القانونية لا تتحصل على الاعتماد لذلك تستعمل الاعتماد لضغط على الجامعيات وعلى حتى وسائل الأعلى نعرف أيضاً ما يوجد تشكيك حول المسار الانتخابي الحالي وغياب الشفافية وعدم احترام القوانين وغياب الجامعيات وهو ضمن لشفافية ونزاهة المسار الانتخابي مفهمة حتى بغياب الجامعيات لا نجموش نحكيه على انتخابات شفافة وتعددية ونزيهة كان الهيئة لا تحترم القوانين وهدفها أنها تسير بالانتخابات نحو النجاح وعليها كانت تنفتح نحو الجامعيات وتعطيهم الاعتماد من أجل ملاحظة الانتخابات كما تعودنا في الانتخابات السابقة القادمة يكون عندك أطراف كما المجتمع المدني وهي مستقلة لا تنتمي مباشرة إلى الدولة على عكس الهيئة تلاحظ الانتخابات وتعطي نتائج تقريبية يعزز من فيقة المواطن في النتائج التي سوف تعلن عليها الهيئة وفامين لملاحظة كل التجاوزات وهي محاولات متواصلة لإسكاة المجتمع المدني ومعدم تمكنه مقيم بدوره الرقابي الهيئة تلتجأ للشيكات القانونية لكل من ينتقدها سواء كان مجتمع مدني مرشحين حتى وسائل الإعلام الفكرة أن الهيئة تحاول تحويل وجهة الرأي العام لكي لا نتحدث عن التجاوزات وعدم احترام القانون وعدم تطبيقها لقرارات المحكمة الإدارية نتحدث عن الشيكيات التي تتقدم بها الإزي في المجتمع المدني اتهامة عبثية نحكيه على الشيكيات الشيكيات الإزي ننتج تقرير حول وقود قيس صعية لهاية مبادرة كيف كيف نقوم بها من 2014 طبقناها على جميع الرؤساء الدولة والرؤساء الحكومة المتعاقبة دراسة فيها منهجية وافحة نشرينها فيها أقوش علمية تكيفها الهيئة على أنها نشر لصبر الآراء خلال الفترة الانتخابية وتشكي بك على هذا الأساس ليس لديه حتى فانتون ليس لديه حتى أساس قانوني كيف كيف نحنا قمنا بالتعن في القرار حول نشر القائمة النهائية المترشحين تعننا في القرار هذي عند المحكمة الإدارية إجابة الزي والتي كانت متوقعة إجابة الهيئة هي تقديم شكاية من أجل تمويلات أجنبية مشبوهة نحب نفسر للعباد أن التمويلات الأجنبية غير مجرمة قانون للجمعيات بمقتبات المرسوم 88 الجمعيات يمكنها تلقي تمويلات أجنبية تمويلات وهيبات أجنبية من أطراف تعترف بها الدولة التنسية بالنسبة لي نحن من الحين معروفين نقوم باحترام كل الإجراءات القانونية سواء من إشعار البنك المركزي مرسالة مصالح الجمعيات في الرئيسة الجمهورية الأعلان المكتوب في جرائد مكتوبة ونحترم كل الإجراءات الهبوما ننشر كيف تمويلاتنا ومصادر تمويلاتنا بطريقة مفصلة على موقعنا الإلكتروني الناس الذين يجبون أن يظهروا على تمويلات الهبوما في موقعنا الإلكتروني ونقوم بنشر تقاريرنا المالية والأدبية بصفة سنوية نحن نحترم تعليم القانون وفي مواجهة هيئة لا تحترم القوانين وتقوم بتطبعات جزائية للتفيق والهرسل على جمعية المجتمع المثل نحن قمنا بالتوجيه للشكاية الهبوما والطعن الهبوما لأهمية علوية القانون وتطبيق الطوانين كان اليوم هيئة تنتمي للدولة التونسية التي تطبق قرارات المحكمة الإدارية نرى أنه سابقة تاريخية وخاطرة خاطرة على العدل في تونس بصفة عامة لذلك نحن نرى أنه كجمعية والمنظمة في المجتمع المدني من دورها الدفاع على علوية القانون وعلى احترامه نحن نستعمل التقاذي نتوجه إلى المحاكم هنا في تونس من أجل تطبيق القوانين من أجل تطبيق القوانين هيئة تخدم مشروع الرئيس بطريقة مفضوحة وليست بهيئة مستقلة نفكر أن الهيئة تعين ويمكن عزل أعضاءها من خلال رئيس الجمهورية وهو ينفي عليها الحياد والاستقلالية والهيئة قادة تتحول إلى أداة من أدوات الدكتاتورية نحن في مناخ عام محتقن تم منع عديد المرشحين من حقهم في الترشح يتم تضييق على حرية التونس في اختيار من يمثيلهم بطريقة تعددية وشفافة يتم هرسلة كل من ينتقد توجهات الدولة خطاب رئيس الجمهورية الذي فيه برشة تخوين الذي فيه برشة مؤمارات ولا يحاول أن حتم بعض يفت بالك يتدعي رئيس الجمهورية أنه هناك مؤمارات حوله أنه جميع ما لا ينتمي للمسار الذي هو ماشي فيه هو خائن وهو عميل وهي اتهامات خطيرة وفم برشة خطاب كراهية وتحريف على العنف خاصة وكيف أن يابع العمومية لا تتحرك سواء إلا إذا كان من ينتقد ومن يتكلم ينتقد في النظام وليس العكس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر